أم الثاني عشر من رمضان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذان ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي اللهم أعني ولا تعن عليه وانصرني ولا تنصر عليه ويسر هداك لي وانصرني على من بغى عليه واجعلني لك شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري كله اللهم اغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله ونؤمن بك وندعوك يا الله أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله أنت القوي ونحن ضعفاء إليك يا الله اللهم هب لي عملا صالحا يقربني إليك يا الله اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم لا تخزني يوم العرض عليك اللهم تقبل صلاتي وصيامي وقيامي وركوعي وسجودي اللهم ارحمني برحمتك الواسعة اللهم اغفر لي وارحمني في الدنيا والآخرة اللهم تقبل مني وأصلحني باطنا وظاهرا اللهم اجعلني من أحبابك وأوليائك اللهم عافني واعف عني اللهم الطف بي في الدارين اللهم ارزقني رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام وارزقني زيارته وشفاعته يا الله اللهم ارحمني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة اللهم ادخلني الجنة مع الأولين واكتبني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجمعني بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى اللهم ارزقني التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله اللهم ارزقني الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل اللهم نجني من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ادخلني الجنة مع الأولين الأبرار اللهم اكرمني بحفظ القرآن اللهم ربي إلهي اختمني بكامل الإيمان اللهم عافني واعف عني يا رحمن اللهم نجني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعني ببركات النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللهم افض علي من فيضاته يا رب العالمين اللهم ارحمني برحمتك الواسعة اللهم لا تخيبني يا رب العالمين اللهم اختمني بخاتمة الهدى وكمال الإيمان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين